السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ متابعي قناة الأستاذ لايف أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي من خلاله سوف ننجز نموذج الفرض الأول من مادة الفيزياء والكيمياء السنة الثانية إعدادي إذن هذا نموذج من الفرض الأول بالسنة الثانية إعدادي إذا كنت أول مرة تشاهد قناة الأستاذ لايف أدعوك للاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس ستوصل بجديد فيديوهاتنا كما لا تنسى زيارة المقينة على الأنترنت لتحميل الدروس والتمارين وكذلك حتى هذا الفرض سوف أتركوا لكم الفرض وتصحيحه يعني في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إذن نبدأ على بركة الله إذن التمارين طبيعة الحال يحتوي على ثلاث تمارين موضوع الأول أو التمارين الأول تماني نقاط في نهاية الأسبوع الماضي دهابا كاريم إلى قاعدة السينيما لمتابعة فيلمه المفضل يعطي تعريفا للمنبع الضوئي أول شيء نعرف المنبع الضوئي إذن المنبع الضوئي هو كل جسم يبعث الضوء إلى عين المشاهد المنبع الضوئي المنبع الضوئي هو كل جسم يبعث الضوء إلى عين المشاهد باختصار كل جسم يبعث الضوء ممكن نكتفي فقط بهذا عم هو كل جسم يبعث الضوء إلى عين المشاهد هذا تعريف للمنبع الضوء واضح؟ أفن نعم السؤال الثاني من طبيعة حال يمكننا إضافة المنبع الضوئية كل جسم يبعث الضوء إلى عين المشاهد وهي نوعان تبغيث تنزيدها وهو نوعان منبع أولي ومنبع للتفصيل فقط منبع تناوي وإن كلها تكون كذلك يمكننا نضيفه آآ مسألة يمكننا نضيفه كذلك الصيناعية وطبيعية واضح؟ حدد نوعين منابع الضوئية إذا جاوبنا عليها نعم ما ليش حدد المنابع الضوئية إذن نجيب ونضيرها هنا منبع أولي ومنبع تناوي إذا لاحظتم فسئلة بسيطة يعني يجب الإجابة لها حدد نوع المنابع الضوئية منابع أولية ومنبع تناوية واضح؟ ضع علامة ضع علامة في في الخانة المناسبة السؤال 3 انتبه ناقص 0.5 في حالة الإجابة الخاطئة إذن هنا في هذه السؤال نسبة لها التمرين هذا إذا جاوبت خطأ تنقص ونك ناقص 0.5 ها هي هنا إذن هذا التمرين هذا متعلق بهذا بهذا الصورة عادي لطبيعة الحال في نهاية الأسبوع الماضي ذهبا كريم لقاءة السينما لمتابعة فيلم المفضل إذن تلاحظون هذا يعني رسم لقاءة السينما هنا يجلس الناس يشاهدون الفيلم في هذا الشاشة وهنا مثلات فيديو هو الذي يرسل الصورة أو الفيلم إلى هذه الشاشة هذه شاشة العرض لا تلاحظ واضح إذن أليف يعتبر مثلات الفيديو هذا مثلات الفيديو يبدو قليل غير واضح ولكن لماذا مثلات الفيديو يعتبر مثلات الفيديو من بعض ضوء أولي من بعض ضوء تناوي أو مستقبل ضوئي إذن بما أنه يبعث الضوء فهذا من بعض ضوئي هل ينتج ضوءه بنفسه أم يستقبل هذا الضوء من من بعض آخر إذن فهو مصباح على شكل مصباح يعني فهو ينتج ضوءه بنفسه إذن فهو من بعض ضوء أولي نألم هنا با تعتبر عين كريم من بعض ضوء أولي من بعض ضوء تناوي مستقبل ضوء دائما العين فهي مستقبل ضوء سؤال ربعا تقدر سرعة ضوء بثلتمية ألف كيلو متر على تانية في الفراغ بطبيعة الحال إذا علمت أن المسافة بين المصلات وشاشة العرض هي تلتمية متر إذا علمت أن المسافة بين المصلات وشاشة العرض هي تلتمية متر فحسب مدة الزمنية الطل لازم ليوصول ضوء المصلات إلى الشاشة إجابة خلف الورقة إذن نخليه في الأخير ونجاوب على هذا السؤال لأنه لا نجحنا المكان نجاوب خامسا تنبائة حزمة ضوئية من المصلات والتي تصل إلى الشاشة مما يمكن المشاهد من متابعات العرض أجب بصحة وخطأ على الإثبات التالية انتبهت ناقص ناقص 5.5 في حالة الإجابة الخاطئة ألف الحزمة المنباعة من المصلات هي عبارة عن مجموعة من الأشياء الضوئية إذن صحيح لأن كل كل حزمة ضوئية حسب التعريف لها هي مجموعة من الأشياء الضوئية الحزمة من المنباعة من المصلات هي حزمة متقاربة إذن خطأ لأن لاحظة حزمة متبائدة خطأ نكتب فقط صحيح صاد خاء إذن و سادسا هذا باللغة الفرنسية complete la phrase suivante l'air الهواء etan milieu وسط إذن شو ممكن نقوله etan milieu transparent etan milieu etan milieu وسط شفاف واضح نعم إذن بهذا نكون نقدم هنا التمرين الأول نمر للتمرين الثاني الموضوع الثاني يحاول كمال معرفة مصدر الضوء داخل غرفة غير أن الباب الخشبي كان مغلقا فحاول النظر عبر التقوب ثلاث هذه هي التقوب ثلاث a التقوب الأول b وص صاف اه اذا السؤال الأول يعطي مبدأ الانتشار المستقيم للضوء اذا لازم نكون حافظه اذا مبدأ الانتشار المستقيم للضوء هو التقوب ينتشار الضوء في الوسط شفاف أو في الأوساط الصفة ما نعم في الوسط شفاف شقاف شفاف والموتر جانس وفق وفق خط مستقيمي يسمى 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 الشعاع الضوء كتبها هنا يسمى الشعاع هذا يقصني نكون حافظه خط مستقيمي وفق خط مستقيمي الضوء ينتشار الضوء في الوسط شفاف والمتجانس وفق خط مستقيمي وفق خط مستقيمي يسمى الشعاع الضوء كيف يتم تمثيل الشعاع الضوء بما أن الضوء لاحظوا جيد بما أن الضوء ينتشر في خط مستقيمي سوف ينتشر الشعاع الضوء بمستقيم يحملوا سهم يدلوا على منحان تشار الضوء إذن نحاول أن نتلوه طبيعة الحال يمثلوا لا تطلبوا من التمثيل كيف يمثلوا الشعاع ضوء ضوء بمستقيم يحمل سهم يدلوا على منحة انتشار الضوء ضوء يدل على منحة انتشار ضوء يدل على منحة انتشار ضوء واضح يمثل الشعاع الضوء بمستقيم يحمل سهم يدل على منحة انتشار الضوء وليس بما أن الضوء لا تطلبوا من التمثيل يمكننا أن نقوم بعمل هذه المشكلة ونزيد السهم هذا شعاع ضوئي شعاع ضوئي المثل على الشكل الجانب هذا الشكل شعاع ضوئي المرة عبر التقبين هذا هو المصباح هذا الشكل هذا الشكل مثلا هذا يمر هذا الشكل عبر التقبين لا ننسى لا ننسى مستقيم وضح هذا الشكل مثلا يصل هنا كرسي جسم معتم كرسي جسم معتم هنا كرسي جسم نوقف هنا اه 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 انا مثلنا الشعاعين اللي مطلبين منا مثل هذه هي النقطة او تقب ا اه 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 لان هذه الرابطة نعم بسيطة جدا ف اما انسه يوم يجيب و نمس Finding 2.5 هذا مداخل زائد نقطة عندما انا complicated مداخل ام pa الغراق يفتر 2 تحصيل العين هذا العين للهذا الشخص هذا هو كمال هذا هو كمال هذا هو كمال تعتبر العين إذن مواسط مواتين من باق ولي وسط شبه شفاف مستقبل ضوئي من باق تناول إذن مستقبل ضوئي العين دائما تعتبر الشمعة هذه رأينا شمعة كما تلاحظون تعتبر الشمعة إذن طبيعة الحان من باق ضوئي أولي إنها تنتج ضوءها بنفسها من باق ضوئي عفو من باق ضوئي الأولي ينتج ضوءها بنفسها هذا هو التعريف من باق ضوئي الأولي الكرسي هذا يعتبر الكرسي وش وسط مواتين من باق أولي وسط شبه شفاف من باق ضوئي من باق تناول إذن بالنسبة لنا مستقبل ضوئي لا من باق ضوئي تناول ممكن ولكن أولي لا إذن بالنسبة لنا وسط مواتين في هذه الحالة من باق ضوئي تناول ممكن 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 باستطاعته أن يرى من هذا التقف سيرى الشماء وجميع المكان إذن يتمكن 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 كمال من رؤية يعني هنا نورمال مش هي رؤية الضوء ولكن رؤية الغرفة الغرفة لأن الضوء لا يورى في الحقيقة الضروري واحد واحد الغبار باش نقدرون نشوفوا الضوء هلين يتمكنوا كمال من رؤية الغرفة والشمعي لأخيره عبر الطقم الأحسن وكان حددنا غيش غيش الشمعة وهذا طاولة مثلا إلى أخيره لأنه قد يلاحظ ولا يتمكن من ملاحظة الشمعة ولا يتمكن من ملاحظة أشياء أخرى تمكن كمال نرجع للسؤال تمكن كمال من رؤية الشمعة وبعد أجزاء أجزاء ورفق لأنه هنا التعليل هو المهم جاء لأنه يصل يصله ضوء عبر تقب عبر التقب واضح هذا هو المهم ضوء ضوء عبر التقب ونزيده هنا أ واضح هل يتمكن كمال من رؤية الضوء ليس نفس الشيء ليس الضوء وإنما الشمعة أو الغرفة عبر التقب لاحظوا التقب مباشرة يتوصل بضوء الشمعة فهو يراه طبيعة نفس الجواب سنجاوب فقط سنجاوب هنا نفس الجواب نعم واضح تقب كما قلنا هل يتمكن كمال من رؤية الضوء عبر تقب 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 يلاحظ كمال من هنا ولكن تلاحظوا أن أمامه جسم معتم يعني يمنع مرور الضوء يتمكن من رؤية الشمعة أو الغرفة يعني رؤية تقب الشمعة لأن أمامه جسم معتم لا يسمح بمرور الضوء الضوء يعني لا يتوصل بضوء الشمعة يمكنك تقول لا يستطيع رؤية الشمعة لأن أمامه كرسي وهو جسم معتم يمنع مرور الضوء لأن الضوء ينتشر وفق خط مستقيم لو كان كان غير ذلك لا لأن كل كرسي يدور مثلا الضوء ولكن هذا غير ممكن أن الضوء ينتشر وفق خط مستقيم في الوسط الشفاف المتجانس صافي إذا نزيد هنا فقط لأن لا يستطيع رؤية الشمعة لأنه أمامه جسم معتم وهو الكرسي لا يسمح بمرور الضوء عبر التقب من طبيعة الحال لا يزنهج عبر التقب عبر التقب تقب الصي هذا هذا إذا نمر إلى التمرين أو التمرين رقم ثلاثة نعم خلال حفل مدرسي قام تقنية إضاءة بإضاءة المنصة عبر ثلاثة مصالة 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 بدأت أضواء مختلفة أحمر الأزرق والأخضر يعني ضواء القاعة التي تحتوي الحفل بثلاثة مصابح كل واحدة عندها ضواء لاحظت مريم أن المنصة بدأت مضاءة باللون الأبيض رغم أن المصالة ذات أضواء ملوانة استرجع مع عارفك السابقة وحاول مساعدة مريم على فهم الضائرة ومساعدتك بتابيع الخطوات التالية إذن ستساعد مريم ولكن باتباع هذه الخطوات باتباع هذه الخطوات خطوة واحد خطوة الزوج والخطوة الثلاث واضح؟ ماذا يعتبر كل من ضوء الأزرق والأحمر والأخضر؟ إذن هذه الخطوات تعتبر أضواء وحادية اللون تعتبر أضواء وحادية اللون وهي الأضواء الأساسية وهي الأضواء أساسية أنجز تركيباً جريبياً مبسطاً مؤتمداً على قرص أبيض أقلى ملوانة محرك لكي تقنع مريم بأن مريم لم تقتنع بأن كيف الغرفة أو القاعة وضع أبيض بالرغم من أن المصابح التي تشاهدها فهي واحد به ضوء أحمر والأخضر والأخضر إذن سوف تنجز قرصاً لنيوتون وتقسمه مثلاً على إدة على سبعة أجزاء متقايسة وتجعله يدور لكي تقنع مريم بأن عند ضوارانه طبيعة الحال قد ندرنا هذا السهم الذي يدل على ضواران عند ضوارانه يصبح يبدو أبيضاً لماذا يبدو أبيضاً؟ لأنه الأضواء الواردة من كل جزء قرص يوضون يبعث كل جزء فيه يبعث ضوء ملون الجزء الأحمر يبعث ضوء أحمر الجزء الأخضر يبعث ضوء أخضر إلى آخر إلى آخر ولكن عندما يدور تنباية الأضواء من كل جزء في نفس الوقت وتسقط في شبكية العين وبالتالي تتراكب وتتكون منطقة بيضاء فلذلك يرى القرص أبيضاً يعني المسألة عندها علاقة تراكب هذه الأضواء وبما أنه كين الأحمر والأخضر والأزرع فكافية إذا تراكبت هذه الأضواء يتكون ضوء الأبيض سوف نكتب هذا التفسير هنا أخير احنا جاوبنا عليه نفسر لماذا تتحول الأضواء الملونة إلى ضوء أبيض بتراكب بتراكب للأضواء الملونة يتكون ضوء الأبيض لأنها تصل على العين على العين في نفس الوقت تصل على العين في نفس في نفس الوقت تركب الأضواء الملونة تكون ضوء الأبيض لأنها تصل على العين في نفس الوقت واضح؟ إذن إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح هذا الفرق نعم بقي لنا سؤال سؤال حساب إذن بالنسبة للسؤال تقدر سرعة ضوء ب 300 ألف كيلومتر على الثانية في الفراغ إذا ألمت أن المسافة بين المصلات وشاشة العرض هي 300 متر يجب أن يستغرق الضوء إلى المصلات على الشاشة إذن لدينا المسافة ما بين هذه أو منها إلى هنا مسافة ما بين المصلات والشاشة هي 300 300 متر يعني إذن كيف يستغرق الضوء بش يوصل بش يقطعها 300 متر مثلا نقول مثلا كم تستغرق سيارة لقطع المسافة ما بين مدينتين مثلا ما بين دار البيضاء وفاس مثلا هذا هو السؤال إذن فقط سوف ننجز طريقة ثلاثية هنا لأن بالنسبة للعلاقة السرعة يعني بالنسبة للتلاميذ السنة الثانية يعني لا يمكن أن يرسوها علاقة السرعة التي لديها علاقة المسافة والزمان لأن سرعة الضوء التي نسمعها نرمزها بالسي لذلك تساوي الـ ليس ضروري أن تستعملوا هذه العلاقة هذه لأنها مطلوبة ليس ضروري فنحن نسلك هذا الطريق هذا أن الضوء خلال ثانية واحدة لغير العلاقة الثلاثية ماذا يقطع؟ يقطع المسافة كبيرة جدا هي 300 ألف كيلوميتر ليس الكيلوميتر هنا نعم نحن المسافة اللي عندنا هي 300 300 لكن نحن نحوولها كيلوميتر في الحقيقة هي 0.3 كيلوميتر كيلوميتر و هذا الأصفر ليس مهمة هذا الأصفر ليس ضروري 0.3 كيلوميتر كما تريدون أن تقوم بها 300 300 300 متر هي 0.3 كيلوميتر كما تريد أن تقوم بها كما تريد أن تقوم بها 1000 متر سنقوم بها سنقوم بها 1000 سنقوم بها 0.3 وهنا نقوم بها 1x لمدة زمنية أو لا نقوم بها نقوم بها ونقوم بها الآلقة الثلاثية x ماذا تساوي x تساوي هذه في هذه هذه مضربة في هذه مقسمة لهذه x أو المدة الزمنية تساوي ستخرج بالتانية مدة الزمنية بطبيعة الحال لأن هذه بالتانية ستخرج بالتانية هذه بالكيلوميتر وهذه بالكيلوميتر هذه العلاقة الثلاثية عندما تردتها في هذه الطريقة ستخرج لك غالطة 1x 0.3 ثم 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 الثلاثم الكيلوميتر ست parting مع الكيلوميتر ثم نضح ثم NA ثم ثم وهنا كيلومتر مع الكيلومتر إذا أريد أن نكتبها نكتبها كيلومتر نحق هذه بالكيلومتر وهذه بالثانية نكتبها نكتبها الفوق وهذه بالكيلومتر يعني هذه ستبشر مع الكيلومتر وتبقى غير الثانية هنا هذا يمكننا نكتبه على شكل قوة رياضية إذا مثلا هو صفر فاصيلة ثلاثة على ثلاثة فأشرة أس ناقص خمسة سوق لحقش هذه أشرة أس خمسة هذا يطلع الفوق تقولي أشرة أس ناقص خمسة وهذه يمكننا نحسبها كذلك إلا بغيته ممكننا نحسبها شوف هذا صفر فاصيلة ثلاثة هذه الرجعية ثلاثة باش ناقص أشرة وهنا تولي أشرة أس ناقص ستة يعني ثلاثة لا ثلاثة أشرة 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 أس ناقص ثلاثة أشرة أس ناقص ثلاثة ثلاثة أشرة أس ناقص ثلاثة أشرة أشرة أشتراج ثلاثة کوث 3 مايا سأقص لك خمسة ستة أصف نرى على وقت كدير وقت صغير 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 جدا ان الضوء سرعته مرتفع اكبر سرعة في الكون لحد الان لم يتم اكتشاف ما هو اكبر من سرعة الضوء واضح؟ الى هنا نكون قد انهينا تصحيح هذا الفرد اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك لتعوم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته